مصطفى النورون مصطفى النورون أستاذ باحث مختصف طارق المعاصر في أريباط بنسبة الكتاب هو عبارة عن تقييم لموضوع مساهمة الجنود المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية والذي لم يحظى بما فيه الكفاية من المعالجة نظرا لنظرة الدراسات التي عالجته وكذلك للتشويه الذي شابه ومن ثم كان الهدف من إنجاز هذا الكتاب الذي يحمل فرق الجيش المغربي في الحرب الأهلية الإسبانية هو أولا أغاد على التشويهات التي شابت هذه المشاركة انطلاقا من نظرة مغربية مستندة على مصادر ووتائق مغربية وكذلك شهادات خدمة المحاربين المغربة في الحرب الأهلية الإسبانية الكتاب ينقسم إلى أربعة فصول فصول أول هو يتحدث عن الأحداث التي دارت بمنطقة شمال المغرب والتي كتاب شمال المغرب وبالتالي فهذا وقلنا الأحداث التي شابت يعني عمليات الإنقلاب العسكري في شمال المغرب وبالتالي كان لمساهمة المغربة في الانتصال الفرنكاوي دور حاسم في ذلك وكذلك تعال على الشوف في هذا الكتاب مسألة الحركة الوطنية وموقفها من الانقلاب الفرنكاوي وكذلك المواقف الرسمية والتجنيد المغربة في صفوف هذا الجيش وانتقالهم إلى الجبهات الإسبانية التي حاربوا فيها يعني في جميع الجبهات وانتشروا فيها وبالتالي ضحوا بأنفسهم وبدمائهم من أجل يعني الانتصار الحاسم الذي يعني كان في صالح الجنرال فرنكو يوم واحد أبريل 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 وثمع وتسعود وثلاثين فمن بعد على الشوف في الفصل آخر مسألة حياة اليومية الجنود المغربة حيث قامت السلطة الفرنكوية بإعداد بناتحتي موافقة لعقلية المغربة ولكي يقوم يعني يعد لهم بناتحتي موافقة لعقليتهم ولكي يزداد ويرفعوا من معنويات القتال لديهم إذن فكانت هذه فصول هذا الكتاب ومشروع هذا الكتاب وبالتالي أعتقد أن مساهمة المغربة في الحرب أهلية الإسبانية كانت مساهمة فاعلة وحاسمة وساهمت في إرجاع الملكية إلى إسبانيا لأن كما تعلمون قامت الجمهورية بين في جد خوان كارلوس لبوربون وخوان كارلوس الأول وبفضل مساهمة المغاربة وكذلك إعلاء الجنرال فارنكو إلى عرش إسبانيا ساهم هذا آخر في إرجاع الملكية بفضل المغاربة وتالي يعني تبقى هذه نقطة إيجابية في العلاقات المغربية الإسبانية شكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة